عودة مرة أخرى مع حضراتكم هو فقرتنا الجاي هتكون فقرة فنية مع آلة موسيقية محبوبة للجميع آلة الجتار وهيكون معي عازف الجتار رساز عبد الرحيم عنطر أهلا بك معنا نارا مشرفنا ونصبح عليك يعني واحدة من الآلات الجميلة جدا لكلنا ارتبطنا بيها الشباب كله يعني محب لآلة الجتار يعني مشهد كان متكرر حقيقة في سنوات الجامعة وحتى الآن انك تلاقي شاب ماسك الجتار بتاعه والمجموعة كلها بتلتف حواليه يعني سواء كان لإظهار موهبة أو سواء لقضاء وقت جميل جدا مع نجمات الجتار رائعة ولكن بدايتك الشخصية مع الجتار كانت ازاي والله هو يعني انا حبيت ان كنت بشوف الفرق اللي بتاعزي في لايف كده فحبيت ان لقيت اللايف حاجة حلوة اكتر بكتير من انها اسمع عونية فحبيت اجرب ده بس بدأت أعلى تانية خالص بدأت البيانو فبعد كده شديني الجتار برضه يعني البيانو كلاسيك جدا وسهل بتحرك بسهولة وفي نفس الوقت تصوت وانا عجبني سبانيش ولا ده كهرباء هو سبانيش سبانيش هو فيه قالت كتير اسمها جتار أصلا ده اسمه سبانيش جتار فيه مطربين يعني اعتمدوا قالت الجتار كشق رئيسي في أغلب أغانية ايه سبب تأثير الجتار على يعني أزهان وعقول المطربين بهذا الشكل من وجهة نظرك والله الجتار يعني آلة ما يخلاش منها أي أي باند أو أي فريق وما فيش أي مطرب في العالم يقدر بتشكل بتشكل يعني حاجة أساسية في أي باند في أي فرق هل هل مثلا عمر خرشت باعتباره يعني عالم في استخدام الجتار بيشجع الشباب من خلال الاستماع على أغانية جميلة جدا وألحان ويعني ان هما يدخلوا لهذه الآلة يعني هل انت مثلا كان من ضمن الناس اللي تسمحها عمر خرشت ده كان مثلا من ضمن أسبابك لخليتك تلعب جتار أكيد هو الجتار استيلات كتير كآلة وأنواع مثلا وكعزف برضو العزف في استيلات كتير فكل حد بيبقى له حاجة مثلا استيل معين بيحبه وبيحب يعزفه أو بيحب يسمعه أو ممكن السامع يقلب معا ان هو حابب يعزف الحاجة دي أو استيل ده مثلا يعني في ناس بيتلعب بالسبانيش جتار فبتحب تلعب في لامينكو مثلا في ناس تانية حابت مثلا استيل عمر خرشت جدا فتأثرت به فحابت تعزف عشان تعزف الاستيل اللي بيعزفه عمر كشان كان بيلعب جتار كهربائي هو مش كده ولا كان أكرب اه كان بيلعب الاثنين اه طبعا الاثنين كان بيلعب الالكتريك أكتر التدريب على الجتار يعني كم ساعة في اليوم تقريبا يعني هو التدريب كتعليم لو انا بلسا لسا هبدأ وهتعلم فهبدأ اتمرر ان انا ادوس على الفيرت ازاي اشد وطر ازاي هتدرب المفروض كتير بس بعد كده لما خلاص انا تعلمت وبعزف خلاص فده التدريب بالنسباني باعزف باعزف انا طول ما باعزف انا تدريب في متعة في ذات طوقي انت بتلعب جتار بالضبط تمام وممكن كمان انا ازود سرعتي او اتمرر اكتر عشان ابقى يعني في حقيق مستوى اعلى من اللي انا في دلوقتي أيهو ففي الحالتين انا ببتدرب بس يفرق طبعا اللي هو بيعزف وعن اللي هو لسا هيتعلم فبيتدرب على الحاجة التانية الموضوع مخيه لك ان عازف الكتار احيان كثيرة بيبقى طموحه التلحين يعني طالما انت قادر تمسك القالة بشكل جيد وتقدر تلعب نغمات مختلفة ايه اللي يمنع انك انت تلحن فهل ده اتجاهك الفترة الجاية ولا مجرد عازف الكتار هو العازف حاجة والتلحين حاجة تانية تمام بس في بعض العازفين بيبقى عندهم هوات انه انا عايز اقلف حاجة اعمل حاجة انا يعني برضو ليه حاجات انا مقلفها برضو بس مش كل العازف بيلحن مش بالضرورة اه مش كل العازف بيلحن بيبقى العازف هو انه بيعزف القالة ومتمكن منها جدا وفاهم مزيكا كويس قوي فيبقى ليك تموح مثلاك تبقى ضمن فرقة موسيقية او ليك تموح ليه بقى لحن عشان دايما كل انسان عنده سكن دي جري يعني او في خطوة تانية في حياته فالحدودة بالنسبة لك مجرد هواية انك بتلعب جيتار ولا عندك تموح الموضوع يبقى اكثر احترافية بوجودك داخل فرقة او انك تلحن مثلا لحد المطربين الكبار او ما الى تلك هو الاثنين يعني هو هو هواية وحاجة بحبها وبمارسها دايما وفي ناس اللي عندي الطموح ده ان انا اوصل لحاجة وبقى مع مطرب كبير او يعني هل انت بدأت تتواصل مع حد مثلا من خلال عرض بعض الالحان على بعض المطربين او ما الى زلك ولا لسه؟ يعني ما يشبه زلك اللي هو عزفت قبل كده في حفلاته الابراء جميل قعدت مع عزفين كانوا عزفوا في اغاني مع عمر ديب قبل كده يعني حصل حاجة من دي الجتار يعني الى واترية غربية امكانية ان يخرج منها الحان شرقية وارد او صعب؟ لا وارد فيه ناس بتحب تلعب شرقي اصلا بجتار زي الفنان الكبير عمر خرشة طبعا وثانيا فيه ناس كمان بتحب تعمل مكس بين شرق وغربي يعني ممكن يخرج من الجتار باعتباره الى واترية غربية يخرج منه الحان شرقية اه بس مش كل حاجة يعني فيه حاجات معينة مثلا سعب ايضا للجتار أصلا 5 كم حاجات معينةى unit تون 2 تون 3 تون 1 تون 2 تون التون 3 تون 1 تون 3 تون 1 تون 2 تون ده مش موجود في الجتار بيه الات كده مش موجودة فيها روح تون هالقي حاجات تاشاك تتعزف غربي كممطعتون بهزي الجولة الفنية مع عزفين كده أستاذ عبرحيم عنطر لنوارنا وشرفنا وبنصبح عليك وبنشكرك على الألحان الجميلة شاهدين دي حلقتنا لهذا اليوم غدا فريق عمل جديد